خيانة كبيرة تحدث لمصر لا تقل عن التفريط في نهر النيل وتيران وصنافير وأكبر من التفريط في الاربعين الف كيلو متر مربع من المياه الاقتصادية المصرية في البحر المتواصل من الامارات والكيانس الصهيوني من خمساشر يوم وقع اتفاق الخيبة والندام الاتفاق اللي بسببه فلسطين دعت لمؤتمر عاجل لجامعة أمو الغيط لكن جامعة أمو الغيط تجهلت فلسطين تماما وبالغد دلوقتي زعلان أن حمس وفتح وقعوا اتفاق في تركيا مش في مصر ولا الامارات ان شاء الله يكتمل لأنهم اتفاقوا لسه البان ما طلعش المفروض يطلع قبل أول الشهر مهم بعد الاتفاق ده مباشرة اتفاق الامارات والصعينا وقبل أن يجف حبر اتفاق الخيانة بين الامارات والكيان المقتصب الامارات وقعت على اتفاق آخر اتصادي لوجستي مع الكيان الصهيوني هذا الاتفاق موجه مباشرة لقناة السويس برمتها قبل موريك بس الاتفاق يعني قناة السويس اللي حقيقة لأسباب عظيمة أكيد يعلمها حكام مصر الشرفاء لم تتحول لتصبح زي جبل علي إكراما لجبل علي يعني قناة السويس لم يتم تطويرها عشان يفضل جبل علي جبل علي ليه دا حصل أكيد لمصلحها عليا العبيد ما يعرفوهاش فلم يكتفوا بذلك يعني يعني إيه اللي بقولولك دا يعني خسوا إزي يا جماعة تقولك تجيب خمسة ستة مليار تجيب أي حاجة من سفن بتعدي الحكاية من سفن بتعدي الحكاية ممكن يبقى في تفريغ وعادة تصنيع وأماكن معفى من الجمالك يتعامل فيها زي ما بيتعامل في جبل علي المصانع ويتحط عليها ميدي ني شغل كتير جدا 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 ممكن يتعامل لا يتم الاستثمار في هذا إكراما لجبل علي قوم الإمارات ما تكتفيش بده فتعمل اتفاق يهدد قناة السويس برمتها حتى كنها ممر وقعت موانئ دبي العالمية معددا من مذكرات التفاهم مع شركة دوبرتاور وذلك في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل تعزيز حركة التجارة في عموم المنطقة مجلس الدارة التنفيذ لمجموعة دبي وقع ثلاث مذكرات تفاهم قيام موانئ دبي العالمية بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية وتطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين إيلات وجبل علي مساهمة جمالك دبي بتنسية التجارة بمستخصة استكشاف الأحواد الجفة العالمية فرص العمل مع أحواد بناء وأصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشاركة لتطوير والتصنيع كل التقارير الدولية بل والإسرائيلية قالت قالت إن هذا الاتفاق بيهدد بشكل غير مسبوك قناة السويس سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية قالك بصراحة كده أنا الاتفاق ده بالزبط زي قالك إحنا جبنا جونيا مسريين فاكرين بعدين نتنياهو قدينهو فاكر ساعتها للكدب واقوى أكبر حقل واكبر اكتشاف ارموا الهم ووراكم خلاص خلصنا وديك شايف وديك شايف قامت إسرائيل راح اتعملت انتفاق معلنانه وقبرس ما ضمنوناش فيه أنا مش عارفين نعمليه في الغاز دبي اسمه ايه ده الرئيس التنفيذ الموانئ دبي سلطان بن سليم قالك بصراحة كده احنا ضيعنا وقت كبير في مواجهة إسرائيل قاني الأوان لتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل طبعا محاقب تسأل السؤال الغاية في البساطة المواجهة اللي بين إسرائيل والأمارات دي كانت فين حصلت امتى لامارات اللي عندها تلت بزر محتلة ولا تقدر تجيب سريتهم واجهة إسرائيل فين فيش إجابة لكن الرئيس التنفيذ الموانئ دبي قالك مواجهة اقتصادية إحنا عايزين بيزنس بيزنس وبس جبل علي كان بيقولك الشيخ زايد لا يرحمه حب مصر وإيدي بيضاء واخير على مصر والاتفاق الظاهر اللي كان بينه بن مبارك شوية فلوس بتترم المصر لا تعادل واحد في المية من مكاسب بحق جبل علي اعمل مدينة الشيخ زايد اعمل كذا كذا الله يرحمه ومصر التنطن للشيخ زايد وبتاعه وكذا وشوية فتات مقابل أنك تسكت على جبل علي وما اتطورش قناة السويس ايه عايزنا ندمرت جبل علي لا نبني نفسينا هذا لم يحدث نفس اللي ما حصلش في سينة من ساعة معاهدة السلم سينة بلد تقدر تقدر تشيل بلد كاملة بما وهابها الله من امكانيات وثروات وكل حاجة فيش حاجة بدي بتحصل مصر وقفة انطلاقتها ليه معلش معلش هي الاخت الكبيرة كده طيب نفسي سينة هو اللي بيحصل في قناة السويس وان دبي وقعت اتفاق مع كان الصهيوني ثلاث مذكرات مع شركة صهيونية بشأن التجارة المباشرة بين ميناء جبل علي وميناء إيلات مباشرة مباشرة اللفة بقى مش محتاجين اللفة بقى والروح وننزل تحت ونطلع ونطول الرحلة وقصص دي خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات ما عرمش مصر حقيقة اسمه ايه؟ مغارة العصابة ما طلعتش ليه؟ مغارة العصابة كناية عن رئاسة الجمهورية طلعتش بقى ليه؟ تدعم الامارات الشقيقة في تلك الخطوة وتثمن التطور بين زي ما دعمت الاتفاقية طبعا مصر دعمت الاتفاقية على مدد اتفاقية دي مصر آآ أنا بكلمك عن مصر اللي بجد اتفاقية دي كان فيه دور وسيط كده مشاهلاتي مصر بتقوم بيه ساعة اتفاقية السلام ان هي اللي واخد بقى دي ايه؟ زي ما قلتلك قبل كده واخواتها الصغرين وهي اللي بتعمل كل حاجة وصيح اللي ما تحتاج حد حاجة كل ده انتهى كل ما انتهى فيش اي حاجة دور المشاهلاتي ده ما انتهى فانتوا دعمتوا اتفاقية السلام بين الامارات ووقف الحرب بين الامارات واسرائيل ما دعمتوش ليه الاتفاقية دي اول ثمارها طيب مصر فين من الليلة دي كل سنة انت طيب بقى مالستيسي باع تيران والسنافير ليه؟ وخلى ممر تيران بقى ممر دولي ليه؟ وهو هتقول لي السعودية عشان عيون الصهاين امن اسرائيل واقتصاد اسرائيل المزعومة علنت مجموعة موانئ دبي العالمية المزود الرائد للحلول اللوجستية البكية والممكنة لتدفق تجارة حول العالم ان سلطان احمد بن اسليم رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وقع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة دوفر تاور وهي شركة يملكها شلومي فوجل الشريك في احواض بناء واصلاح السفر الاسرائيلية وميناء الات الاتفاق الاماراتي مع جيش الاحتلال هيكون اتفاق على تجارة حرة واهلا بالحرية طبعا اصلا اصلا الحكاية دي اللي هو اتفاقية التجارة الحرة بين تل قبيب ودبي جبل علي انسى بقى قناة سويس احنا السبب الرئيس فيه ليه لان بيحكمنا عسكر لا يمكن يتنازله عن شبر من ارض مصر طب هي الاشبار بتتساوى نظريا نظريا كل شبر من ارض مصر زي بعض لكن عمليا لا في شبر يبني امة وهو ده الشبر بتاع مرسراش اللي هي تل قبيب اللي احنا سبناها عشان يبقى الاسرائيل منفذ على البحر الاحمر رغم ان احنا كسبنا وانتصرنا وصينا رجعت كاملة لنا ومصر اليوم في عيد سبنا لهم تل قبيب النقطة دي نقطة عشان النقطة دي تتطور مع الزمن وتبقى كده سبنا لهم الرشراش عشان يبقى لهم خرم على البحر الاحمر وبعدين الخرم يبقى مينة والمينة تبقى مواني والتجارة تبقى تجارات وسلملي على قناة السويس اللي مرجعش كل حاجة ها؟ تقولك اصلي السادات مرجعش كل حاجة ومبارك يا اخي تنايل على عينك وشوف اللي ضيع اصلا كل حاجة ده ملوم وده ملوم بس هل يتطفق في اللوم اللي ضيع كل حاجة مع اللي مرجعش كل حاجة يعني السادات مبارك اهم رجعوا انا بكلمك زهريا كده السادات مبارك رجعوا انما عبد الناصر اللي ضيع فاحنا سبنا لهم اساس الاتفاقية دي احنا اللي حطينا اللابنة الاولى لها لما سبنا من الرشراش تبقى قيلات الغريب بقى انه سلطان بن سليم رئيس مواني الدبي العالمية كان فرحان وسعيد قوي وبلح بيفتتح ترعة قناة السويس الجديدة الترعة للخزينة المصرية لم تستفد منها بجنيه واحد حتى الان لبسونا السلطانية اه الشعب لبسوا السلطانية انما السيسي ملبس السلطانية السيسي من صناع السلطانية مش دحكوا عليه لا 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 ده الشعب ده الراجل في يوم احتفالية الترعة الحفرة بتاعت قناة السويس اللي تصرف عليها هدايا جنيات دهب يومها بس 3-4 مليار دهب وتعاملت سفنتين معا ما تعملش بيهم اي حاجة وحفرة ملاقاش اي لازمة قالك مصر هتبقى وهتبقى وهتبقى واول ما عمل اتفاقية السلام اكبر خبور لبسته مصر الاتفاقية اللي عملها الامارات مع اسرائيل طب نشارك في جبل علي يعني نحط رجلنا في حتة خيانة بخيانة بقى لا يا حبيب انت خين درجة تالتة تقعد على جام جبل علي وقناة السويس كان من ضمن الاسباب اللي خلت امارات الشر اسباب الرئيسة اللي تمول الانقلاب على اول تجربة دموقراطية في تاريخ اقدم واحدة من اقدم الحضرة لان محمد مرسي اللي كنتوا بتحكمه بتقومة الخيانة الله يرحمه ويتقبله من الشهداء كان هيعمل محور تنمية قناة السويس منطقة تجارة حرة محور مش هيحفر حفرة يقولك برفع الروح المعنوية طب كنت رفعت الروح المعنوية للشاب وعملت منطقة تجارة حرة انا بخاطب اقولكم وضميركم يا بلد كنت رفع قناة معنوية الشعب بالسبعين تمانين مليار ويحمل منطقة تجارة حرة لا منطقة تجارة حرة تنمية حقيقية دي ما تتعملش اللي كان هيعمل التنمية الحقيقية تعمل عليه الانقلاب لو تعملت منطقة تجارة حرة في قناة السويس سلم لي على جبل علي وامه علي حلويات وجبل الاتنين كان هيبقى حبارة عن أطلال 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 عشان كده الإمارات دعمت الانقلاب بكل ما تستطيع من هذه الاهتمامات أمثلة في مجال المشروعات الكبيرة سيستمر العمل كما سمعتم قبل ذلك بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجستي والصناع عالمي والذي يعد أحد أهم المشاريع القاطرة لنهضة مصر أخذا في الاعتبار إعمار سيناء ومستخدما للثروات الطبيعية وللموارد البشرية حيث يمر بقناة السويس ما يزيد على عشر في المئة من تجارة العالم وحوالي عشرين في المئة من تجارة حاويات العالم سنويا ورغم ذلك فإن عائد قناة السويس لا يتعدى ثلاثة من عشر في المئة من قيمة التجارة العابرة لها حوالي خمسة ونص مليار دولار في سنة 2011 وهذا المشروع سيحقق لمصر ما يقرب من عشرين ضعف ما نحصل عليه من عائد قناة السويس ومليون فرصة عمل وإنشاء مدينتين سكنيتين في شرق برسعيد وشمال غرب خليق السويس ويضيف لمصر صناعات اللوجستيات ويعيد المكانة الحقيقية للنقل البحر المصري ويجعلنا نستغل الميزة التنافسية لموقع مصر وقناة السويس المتميز من هذه الاهتمامات المهم جي العميل الصويوني وردتك مرسي فكان لازم مرسي يموت تطوير سينة تطوير قناة السويس أكتر من قنبلة الزرية فيش أي حاجة فلما جا أقولك أن مصر محتلة ما تكذبنيش لما أقولك أن مصر محتلة ما تكذبنيش وإنت مش شايف كلنا كشعب ما بتشوفش إلا اللي فوق إنما فيه خيانات تحت غير غير مسبوقة وجي العميل الصويون أمي كمل وموقع وبايع تران وسنفير وكده بقى فهمي رسمي نظمي عزمي عزمي في البحر الممر المائي في البحر المتوسط ممر دولي أي دولة تعدي وتعمل ومصر تتفرج دي الخريطة كده زي الخريطة دي كده أدي أم الرشراش ودي تيران وسنفير وجت وجيه جبل علي إحنا ما بنعتمد على إيه نعتمد إن السفن طريق التجارة الدولي قبل ما يجي بقى طريق الحرير وقبل ما يحصل أي حاجة ونتيج يتعدي عدي من هنا من خليج عدن وبتاع بعد إن نعدي من إيه نكمل ونعدي من قناة السويس فالعالم كله بيدفع لنا رسوم هنا عشان يعد من قناة السويس ماشي العالم كله بيدفع لنا رسوم هنا عشان يعد من قناة السويس طيب عشان نضرب قناة السويس نعمل إيه محتاجين خطوتين خطوة تمت أول ما جاء العامل الصهيوني اللي هي تفريط في تيرانرون السنفير وخطوة تانية تمت بعد اتفاقية الإمارات اللي هي اتفاقية بين إسرائيل والإمارات فقوم الحاجات تتجمع في جبل علي او تتجمح هناك ايا كان رايح جاي وتعدي طيب تعدي 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 خليك باب المندب تعدي تخش قناة سويس يا عب ما فيش قناة سويس احنا مش عايزين نعدي من قناة سويس ليه احنا اسرائيل مصر ما تستفيدش بحاجة طب حتى رسوم عبور ولا رسوم عبور فاهمنا حضرتك عمل الممر دي بقت ممر دولي مصر ماليش فيه يعني قبل ترانون صرفير ما هتفرد فيها هانش ه labir يعدي هنا اسرائيل ما تقدارش تعمل الانتفاقية دي اسرائيل ما تقدارش تعمل الانتفاقية اللي عملتها مع الامارات دي ليه لهم ده ممر مياه مصرية خالص لازم تحدي من هنا نهاردة تعمل الطيцы الاتجارة هتعدي وانت واقف تترج وانت واقف تترج حلحدود الاماراتيين هيتاجروا مع الصايا نة واقف تتفرج فقوم لما جيه تاني معلشي بالله عليك احنا مش عارضنا اتفايات مرسي اه 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 اداء الدكتور مرسى الله يرحمه اه اداءه السياسي ساعتها بس عادش يقدر يزاد على دول على ايه وطني ما بدروش يمسكوا عليه حاجة الحقيقة يعني قوم لما جيه اللي قالك هطور بقى مراجل جاي منتخب اي حد منتخب اي 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 راية تقعد على كرسي مصر ما تكونش خينة اول حاجة هتفكر فيها ايه انك تحرر مصر طب مصر محتلة ازاي محتلة ان قرارها مش بد ايه اللي هي قدر يجيب لها فلوس الحاجات اللي ممكن تجيب لها فلوس ما بتعملهاش الحاجات اللي تزود امنها قومية ما بتعملهاش الحاجات اللي تقود اهرانها ما بتعملهاش لا بتصنع سلاح ولا بتعمل بتستغل ارضها لاستغلال الامثل ولا بتستغل سينة ولا بتطلع منها حاجة كيش اي حاجة بتحصل كما كنت كده فلما جي الراجل قالك هعمل بقى هنا ونعمل بقى هنا وبتاعه ونقفل جبل علي مش عشان احنا عايزين نستقصي لجبل علي عشان منحقنا ان احنا نطور نفسينا يا اخي شيخ زاد الله رحمه ما يتحقش علينا بشوية مليارات وبتاعه جبل علي يعمل ومبارك يطنش ونفضل مستمرين كده بقى احنا اللي عندنا الاساس بقى يعني جبل علي بالله عليك يا عمي انت جبل علي ولا قناة السويس اني اني الاولى يعني اني الاولى العالم ليه هيعمل كده الدنيا كلها التجارة جاية كده كده تروح تيجي هنا ليه تيجي هنا ليه تيجي هنا ليه طبيعي انها تيجي هنا لا الوضع ده ما بيحصلش انت مجرد بوابة التفاهية اللي بتعملها الامارات كانت بدئتها اللابنة الاولى فيها ان ترنو الصنافير تكون ممر دولي ليه عشان نعمل التفاهية براحتنا طيب انسى المظاهرات وانسى الحكاية وانسى الزلم وانسى المساجين وانسى الناس اللي ماتت وانسى كل حاجة طب هل فيه اعلام في مصر بيناقش درر هزي الاتفاقية على مصر اخرس يا الكلب الامارات بتحكم مصر الامارات ده لدول اسرائيل بتحكم مصر فيش حد يفتح بوقه جماعة في كرسة بتحصل كرسة فيه حد بيسأل فيه حد بيتكلم لا ما حدش ممكن يتكلم ما حدش ممكن يفتح بوقه جنهار بيد انا عايز حد يعلق على قصة الخيانة دي عايزيني انا عايزهم يعملوا فيديوهات منفابراكة يقولوا فيها اي كذب يعني اي كذب يعني اقنعونا ان ده ان احنا مش بنعيش كابوس كابوس تمن البقاء تمن البقاء تفريطات ورا تفريطات ترانو صنفير بحر متوسط مية نيل اربعين الف كيلو استيراد غاز بدل تصديره ايه ده موانق دبي العالمية السخنة هو جزء من شبكة موانق دبي العالمية على المستوى الدولي وهي شبكة تشمل حاليا موانق موزعة فيه مية مما يجعل موانق دبي العالمية واحدة من اكبر مشغل الموانق البحرية في العالم صفحة رسمية بتاعت دبي السخنة موانق دبي تحاول انشاء شبكة من منافذ الشحنة لعابر الترانزيت في جميع حقه حضر بحر المقصة المتوسط المربحة الاحمر من اسبانيا لقرن الافريقي طبعا الاتفاقية الإماراتية الصهينية تقدي بأن الممر النفطي أو الغاز يمر من على الأراضي السعودية يمر من على فين على الأراضي السعودية من جبل علي ده الغاز والبترول يا جماعة الغاز والبترول الغاز والبترول الغاز هيبقى نبيب والبترول اللي هي الشاحنات الكبير هتمر من السعودية لو شاحناته بضايع فدي من الممر الجديد خلاص باللي برا مصر خلاص جبل عالي الإيلات غاز ونفط يبقى من السعودية طب وقناة السويس فيلم ده عبقر اللي هو العار وحقيقة هكتر حاجة تنطبق علينا اللي بيحصل لنا العار احنا في عار احنا في عار وعشان الناس جزء من الشعم الشودي يصدق العار بيشتمنا ويتعن في أعراضنا ويحبس أهلينا ويطردنا ونتحط في الهواصل الإعلامية نتشتم وياخدوا بكل قبيح وبديء فينا عشان البديل البديل الحقيقة والحقيقة هي مؤلمة وقناة السويس قال له والعمل يا بودو قال له يعوض عليك ربنا برا اللعبة تماما الحكام السر ولا انا بعملك مفراد ولا تعمل ولا انك اتفجئت لكن احنا احنا احيانا جزء من الشعب لا يقرأ اعلم جيش الاحتلال بيتحدث عن الواقع خلاص جورسالين بوست صفقة اماراتية اسرائيلية تغير اللاعبين في لعبة الطاقة بالشرق الاوسل لا 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 احنا لابسين الشورت ومسخنين وهنبقى المحور الاساسي لتصدير الغاز للعالم ترجمة نانسي قنقر